اشتركوا في القناة في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في وقت سابق اليوم وكان في مقدمة مستقبلي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملكي للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومعالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي والفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية وسمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية وعدد من كبار المسؤولين وكان صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد غادر المملكة العربية السعودية الشقيقة بحفظ الله ورعايته في وقت سابق من هذا اليوم هذا وقد بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية شكر وتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله هذا نصها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود حفظه الله ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا ونحن نغادر بلدنا الشقيق المملكة العربية السعودية في ختام أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن نعرب لجلالتكم حافظكم الله عن بالغ الشكر والامتنان على ما قوبلنا به في بلدنا الشقيق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة تأكيدا لعمق العلاقات الأخوية الوثيقة بين بلدين وشعبين الشقيقين التي تجمع بينهما على مدى التاريخ المشترك وأننا أذن نشيد بما أبديتم حافظكم الله من حرص واهتمام ورعاية كريمة لأعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لنؤكد بأن جهودكم المخلصة ومسعاكم الخير له كبير الأثر في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أسأل الله العلي القدير أن يحفظكم ويمتعكم بموفور الصحة وتمام العافية وأن ينعم على المملكة العربية السعودية الشقيقة بدوام الأمن والأمان والازدهار ويوفقنا جميعا لما فيه خير وصالح الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابنكم سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية شكر وتقدير إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة لسعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية حافظه الله فيما يلي نصها صاحب السمو الملكي الأخ العزيز الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني وأنا أغادر الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية في ختام أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن نعرب عن الشكر والتقدير لسموكم على حسن الوفادة والاستقبال الذي يؤكد على ما يجمع بلدين أشعبين الشقيقين من روابط تاريخية راسخة وممتدة لقد كان لحرص سموكم حافظكم الله وجهودكم عبر ترأسكم نيابة عن خادم الحرمين الشريفين لأعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالغ الأثر في تحقيق النجاح لأعمالها التي ستسهم بإذن الله في تعزيز الأمن والاستقرار ومسيرة التعاون الخليجي المشرك بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من النماء والزهار سائدنا المولى العلي القدير أن يوفق الجميع لتحقيق الخير والنماء لدولنا ومواطنين دعينا الله أن يحفظ سموكم ويمتعكم بالصحة والعافية وطول العمر وأن يحقق الخير والاززهار للمملكة العربية السعودية الشقيقة وأبنائها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر